اشتركوا في القناة ابرزها تأخير تشريع قانون الموازنة الذي اخر تثبيت السعر الرسمي اضافة الى زيادة الطلب على الدولار والانفاق العالي بالعملة العراقية من قبل المواطنين والحكومة واشار الى انه بعد التصويت على قانون الموازنة وتثبيت السعر الرسمي ب1300 دينار سوف تشهد الايام المقبلا خفاضا تدريجيا بسعر صرف الدولار في السوق الموازي لحين الوصول الى السعر الرسمي بحسب قوله اعلن المستشار التجاري بالسفارة الايرانية في بغداد عبدالامير ربي هاوي ان صادرات ايران الى العراق بلاغات العام الماضي اكثر من 10 مليارات دولار واضح اريب هاوي ان حوالي 4500 سلعة يتم تصديرها من ايران الى العراق سنويا وان الصادرات الايرانية بلغت في العام الماضي 10 مليارات و236 مليون دولار وهو امر غير مسبوك يشاري لان الحكومات المتعاقبة تواصل دعمها لاقتصاد ايران المنهار بكل اموال الاراق وعلى حساب شعبه طيلة السنوات الماضية ما جعل الاقتصاد العراقي يشهد تدهورا كبيرا بعد اهمال الصناع الوطنية بغية اغراق اسواق العراق بالبضائع الايرانية السيئة اجرى وفد من ممثلي شركات تركيا زيارة الى مدينة سليمانية التقى خلالها رجال اعمال ومسؤولون محليون في المنطقة من اجل توسيع المجال التجاري وقال رئيس الوفد محمد صالح الشليك ان هدف الزيارة هو التوسع التجاري وبناء جسر تعاوني بين الطرفين في مجالات الاستثمار المتنوعة بدوره دع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بالسليمانية نورزاد غفور الشركات التركية الى الاستثمار في محافظة السليمانية قال مركز ابحاث في كييف ان تعافي الانتاج الزراعي في اوكرانيا من تدعيات الغزو الروسي الشامل يمكن ان يتطلب عشرين عاما او اكثر بالنسبة لبعض القطاعات واكدت كلية كييف للاقتصاد ان بعض القطاعات لن تصل الى مستويات ما قبل الحرب حتى بعد سبعة اعوام من السلام مشيرة الى انه من المتوقع ان تتعافى مجالات من الانتاج الزراعي مثل دوار الشمس والشعير والقمح بحلول عام الفين واربعين بينما من المتوقع ان يتعافى انتاج الزراع والشوفان بحلول عام الفين وخمسين واصلت اسعار النفط انخفاضها حيث جاء نمو الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين دون التوقعات ما عزز المخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي الضعيف في اكبر مستورد للنفط في العالم وانخفضت العقود الاجلة لخام برينت بنسبة 0.3% لتصل الى 72 دولار و99 سنة للبرميل كما نزل خام غرب تيكساس الوسيط الامريكي بنسبة 0.3% ليصل الى 68 دولار و7 سنتات للبرميل والان الى اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الاراقي والى اسعار المعتن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا